يعاني البعض من خروج الدم مع البراز أو ما يطلق عليه التغوط المدمي ويصاب بالخوف والقلق من هذا الأمر لأن من الممكن وجود نزيب في مسارك القناة الهضمية ومن الممكن أن تكون كمية الدم قليلة ولا يستطيع الشخص رؤيتها بوضوح أو من الممكن رؤية الدم على مناديل ورقية بعد استخدامها في المرحاض حيث يظهر لون الدم بالأحمر الفاتح وأيضا يظهر البراز بلون أسود فما هو سبب خروج الدم مع البراز؟ وما هي أعراضه؟ وطرق العلاج لهذا الأمر؟ هذا ما سوف نعرضه عليكم خلال هذا الفيديو فتابعونا أعراض خروج الدم مع البراز من الممكن أن لا ينتبه الإنسان لوجود دم يختلط مع البراز وهو ما يجعل المشكلة تتفاقم إن لم يستشر الطبيب المختص لذلك نعرض عليكم أهم الأعراض التي تساعدك على التنبؤ بوجود دم يختلط مع البراز إن كنت لا تلاحظ ذلك خفقان القلب بسرعة تعب وإرهاق شديد خسارة في الوزن ألم حاد في البطن قيء وإسهال مستمرين الشعور بصعوبة في التنفس الوصول لحالة الإغماع عند بعض الأشخاص أسباب نزول الدم مع البراز هناك العديد من المشاكل والأسباب والتي تكون على شكل مرض لا يعلم بها الإنسان وهي السبب الرئيسي في خروج الدم مع البراز والتي نعرضها عليكم بالنقاط التالية القرحة الهضمية الالتهاب الذي يصيب بطانة المعدة ومكانه الجزء العلوي في الأمعاء الدقيقة والذي يطلق عليه أيضا الاثنى عشر ويصاب الإنسان بالقرحة الهضمية نتيجة عدوى بكتيرية أو عن طريق استخدامه لأنواع أدوية مضادة للالتهاب على المدى الطويل الشق الشرجي وهو تمزق في أنسجة فتحة الشرج أو شق صغير يصيب الإنسان نتيجة لمرور البراز بالحجم الكبير والصلب في فتحة الشرج والذي يؤدي لتمزق فتحة الشرج مسببا للألم وخروج الدم سرطان القولون يسبب سرطان القولون والمستقيم نزيف والذي لا تستطيع رؤيته بالعين المجردة وهو من أكثر السرطانات شيوعا في أنحاء العالم داء الرتوج وهو ظهور أكياس صغيرة على جدار القولون والذي يصيب الأمعاء الغليظة حيث أن هذا المرض لا يسبب مشاكل صحية ولكن قد يسبب نزيف يؤدي لخروج الدم عن البراز أو ينتج التهابات على منطقة فتحة الشرج البواسير وهو الذي ينتج عنه النزيف في أغلب الأحيان نتيجة انتفاخ الأوعية الدموية في الشرج ويمكن ملاحظته عندما يختلط الدم مع البراز والذي يرافقه حكا وألم ومن أسباب حدوثه الحامل والجلوس لفترات طويلة والإسهال المستمر الدم الزائف هناك بعض الصبغات والألوان التي تتواجد في كثير من الأطعمة التي نتناولها مثل الجيلتين الأحمر أو الشمندر والتي من شأنها تغيير لون البراز لللون الأحمر وهي ما تجعل بعض الأشخاص يعتقد بأنها دماء تخرج مع البراز خلل التنسج الوعائي وهي الحالة التي تكون بوجود آفات على الجهاز الهضمي بأكمله خاصة في الجزء السفلي من جهته اليمنى وهي نتيجة لتطور الغير طبيعي في الغشاء المخاطي وأوعيته الدموية في الجهاز الهضمي الناصور وهو القناة الصغيرة التي تتكون بين قناة الشرج والجلد ويشعر الشخص بألم كبير ونزيف عند خروج البراز من فتحة الشرج بسبب الناصور ومن الممكن أن يحدث تهيج وحمرار وإمساك عند حدوث الناصور وأغلب حالاته تحتاج العمليات الجراحية علاج خروج الدم مع البراز هناك عدة علاجات لخروج الدم مع البراز والتي يلجأ لها الأطباء لوقف النزيف وهناك بعض العلاجات التي يمكنك فعلها بالمنزل إن كان خروج الدم بكميات قليلة استخدام حمام المقعدة وهو الذي يساعدك على تخفيف الألم إن كنت مصابا بالبواسير تنظيف الجلد عليك بتنظيف فتحة الشرج بشكل دوري ويومي تناول الألياف زيادة تناول الألياف تقلل من نسبة خروج الدم مع البراز إن كانت الكمية قليلة وهي من خلال تناول المأكلات المكملة الغذائية وهنا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية الفيديو والتي أعرضنا عليكم من خلاله سبب خروج الدم مع البراز وما هي الأعراض التي تصاحب خروج الدم مع البراز وما هي العلاجات المنزلية التي تساعد على وقف النزيف دمتم سالمين ومعتمنيات لكم دوام الصحة والعافية شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته